السلام اليوم جينا ناكلو الخبز بالخبز سفيريا نتعرف الخبز البيت نتعرف الخبز البيت نحكم الخبز نقطعه و نضعه فيه مرميد و نفعه و نكبعه الحليب بارد و نجعله يشرب هذا الحليب نغطي عليه و نجعله يشرب الحليب من بعد نرجع له كأنه يشرب الحليب هذا نضع لك خازيه و نفعه خشاب دابوخ و بعد نستعملو اليد اليد هو اللي حدوه بنا هدك الخبز مش يجي كم طعم و مليح ما يجي شريحات الخبز حمروه شوية في الفور مش يجي ما يعطي ناش هدك نغوط على البن كواك خبز نعم نسرم بي voilà نجعله هنا دو پور لا كنتيه دي قطعي دو پورتين دي فرماج نجعله معدنوس الملح ما نزيج بسكو الخبز را هو مالح نزيد فلفل لكحان نزيد شوية فرماج غابي نزيد لاشابلغ انكور لاشابلغ توجوه تكون حمصة نزيد حبت على البيض سوفنا كنتيدي و بعد انتو ما تشوفوا لك نزيدو و هنا ندخل مليحة دو كل العناصر مع بعداهم نزيد جوية و هنا نزيد لاشابلغ 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 نزيد من جوية بولات و بعد نجويل البلاتيخ كما كنا نضيف بقري زمان سفيرية تحبو تضيفهم بولات أو سبع العروسة كما نقول المهم انتم بزدت لبو دفع للدكور اللي تحبو أنا رح نضيف سفيريات عزمان اللي كانو يضيفهم نو ماما و لا ضيفوا البولات و نخدموهم ليح باش ما يتفق لكش نضيفوه في الحابلور و نحمروه في الزيت بالمÜ و زيتي لنكونا قوموا بسما نضيفة بولاتبولات أو سما نضيفة بولاتبولات 0-صاوص بلانش تعطي المتواجد لقد كنت خدمه لبيات في قناة نضيفهم بولاتبولات في الزيت و نضيفكم بصل و لازم تكون ميكسة بش تعطينا بش تلبيننا هديك الاساس بخير رح نديرو الاساس غير جويت بعد نحطو الحمص ستكون شمخة و نقليو شوية انقر بعد نزيدو نسقيو بشوية ما منكتروش ما بززال ما يكون سخون بيانسر ورجعو الامرمية انتعنا فوق الغاز اربعنا خانحة و هذا ، درسيّا و نقليو ترسيه في وضعه وجهو صلبين بن أموز أجل من الغربه كورس ، إنساني قريباً تسكلية فقط مغادناس لاحظر ، لذا ، لظيفت إضغار ال scallف خطه ، رمضان كوم و خططه مرحبا